أفاد مراسلنا في حلب بأن ثورة مكة نفجر اليوم من صد هجوم موسع لقوات النظام على جبهة أحياء جمعية الزهراء والخالدية وبنزيد في مدينة حلب وأضاف مراسلنا بأن المعارك أسفلت عن مقتل وإصابة العشرات من قوات النظام ونرشياته ونبقى في حلب حيث تتواصل حملة القصف المكثف على المدينة وارفها مخلفتان المزيد من الشهداء والجرحة حيث استشهدت ثلاثة أطفال وامرأة وأصيب أخرون ناتجة قصف جوي استهدف حياء لميسر والهلوك بحلب وقرية كفرجون بالريف الغربي في حين استهدفت الغيرات الجوية الروسية بالعديد من الصواريخ الفراغية والقنابل العنقودية والفسفورية كل من الكستل والجندول وصلاة الليرامون وبني زيد في مدينة حلب ومعظم بلدات الريف الشمالي ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من حلب مدير مكتب حلب اليوم مصطفى عبدالله مصطفى لو تحدثنا عن نتائج المعارك على جبهات النظام في مدينة حلب أهلا بك غينة غينة بعد أن فشل النظام أول البارحة ليلة أول البارحة في هجومه الكبير والعنيف على كل من حندرات والملاح وستطاع صوار تكبيله خسائر فاتحة في الأرواح والمعدات حيث قتل النظام أكثر من سبعين عنصر للنظام وأيضا للميليشيات الطائفية والحزبيلات وعصائب أهل الحق وأيضا للواء الفاطميين ولواء اليارمو قام النظام منتصف ليلة أمس حوالي الساعة الواحدة صباحا بهجوم عنيف جدا هو الأعنف حتى الآن على أحياء مدينة حلب المحررة من محورين أساسيين محور بني زيد ومحور الخالدية وأيضا كان هناك هجوم من محور جمعية الزهراء السوار استطاعوا إقاع قوات النظام في كمين محكم في معامل بني زيد ما أدى إلى مقتل أكثر من أربعين عنصر من عناصر النظام السوار كانوا يترصدون لعناصر النظام وكانوا يعرفون أنه سيتقدم من هذا المحور انتظروا حتى دخل عناصر النظام في هذا المحور وستطاعوا قتلهم جميعا واسترداد جميع النظام التي تقدم عليها النظام مبدئيا كان قد سبق هذا الهجوم على محور بني زيد والخالدية وجمعية الزهراء قصفا مدفعيا وجويا صاروخيا مكسفا على أحياء الأشرفية والسكن الشبابي والخالدية والكاستيل وبني زيد وجمعية الزهراء وصارت الليرامون والملاح وحندرد طيب هل أسفر هذا القصف عن ضحايا؟ طبعا أسفر القصف لكن ليس البارحة إنما اليوم صباحا كان هناك قصف مركز على كرم الميسر وكرم الطحان وحياء الهلوك في مدينة حلب أسفر هذا القصف عن تهدم مباني سكنية للمواطنين واستشهاد طفلين وكان هناك سقوط أكثر من أربع براميل على حياء الهلوك وتدمر أربع مباني بأكملها أيضا كان هناك في ريف الغربي في قرية كفرجون استشهاد سلاسة أطفال نتيجة قيام بغارة جوية ليلة أمس طيب مصطفى ماذا عن جبهات القتال بين التوار وتنظيم الدولة في ريف حلب الشمالي؟ غينما ما تزال العمليات العسكرية تتركز حول مدينة الرعي الاستراتيجية الواقعة على الحدود السورية التركية والتي فيها معبر إنساني مع التركية من أهمية هذا المعبر أن يهتم الطرفين السوار وداعش في السيطرة على هذه المدينة وأيضا الراعي كما تعلمين هي محور أساسي للوصول إلى الباب وإلى منبج وإلى الريف الشرقي المعارك ما تزال هناك كرم وفروة استطاع الصور البارحة تدمير إكئاب محمل بعناصر لتنظيم الدولة أيضا نقل إلينا بأن هناك تنظيم الدولة استطاع السيطرة على قرية طل بطال وهناك ما تزال اجتباكات مستمرة في قريتي السنبل وحرب البريف الشمالي نعم شكرا لك مصطفى عبدالله مدير مكتب حلب اليوم في حلب